شهد يوم الأحد الماضي تأدية وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك ودعا رئيس الوزراء السوداني إلى ضرورة العمل المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء منوها بأن المسؤولية مشتركة والكل يعمل لتحقيق الأهداف حمدوك أزاح الستارة عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي ومن المقرر أن تعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين محللون رأوا أن إعادة الأمن وتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون والعدالة الإجتماعية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة للنهوض بالاقتصاد وإعادة قوة الدولة على الصعيد الدبلوماسي التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله وهي أول امرأة على رأس خارجية السودان وزير الخارجية المصري سامح شكري في أول نشاط دبلوماسي لها على الصعيد العربي وبحث الجانبان تدعيم العلاقات بين البلدين نحرس هذا الجهد وفي المجال الاقتصادي فقد أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي برنامجه الإسعافي الاقتصادي الذي يهدف لإعادة هيكلة الموازنة والصرف على الصحة والتعليم والتنمية وخطة إسعافية لتثبيت الأسعار وتخفيف الضائقة المعيشية عن المواطن ومعالجة أزمة السيولة وقضايا البطالة وإقامة المشاريع التنموية كاشفاً عن أن البرنامج الإسعافي يتضمن خمسة محاور تحاول معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التحول من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان بعد تحقيق السلام من جهتها رحبت الخرطوم برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي القرار جاء بعد ساعات من إعلان حكومة حمدوك الذي أشار إلى توافق اللجنة على أن يكون الحوار حول السلام مبني على أن المتحاورين لا يمثلان فريقين إنما شركاء في الوطن وشركاء في التغيير وشركاء في تحقيق الاستقرار بالبلاد من جانبها عقدت لجنة إعادة التصور الهيكلي لمفوضية السلام التي كونها مجلس السيادة في السودان أول جتماع لها تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة وذلك تمهيداً لإصدار مجلس السيادة المرسومة الخاصة بتشكيل مفوضية السلام مستعيناً في ذلك بعلماء وخبراء في قضايا السلام